تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالسطار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير الحقيقة في هذا اللقاء نحن أمام ليلة عظيمة وهي ذكرى معركة بدر الكبرى والتي سماها القرآن الكريم معركة الفرقان التي فرقت بين الحق والباطل وهذه معركة بدر لها منا وأي منا في تاريخ الأمة لأنها المولى سبحانه وتعالى فصل فيها بين جند الرحمن وبين جند الشيطان وكان على رأسها نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك سأتوقف فقط في هذه الحلقة ونتابع التفسير غدا بإذن الله لنتحدث اليوم عن معركة بدر كما نعلم كانت في شهر رمضان أعتقد الناس بأنه رمضان هو للصيام والتراويح والقيام وإذ بنداء الواجب النبي صلى الله عليه وسلم علمها بأنها قافلة لقريش التي نهبت أموالهم والتي أخرجتهم من ديارهم والتي فعلت ما فعلت تمر قرب المدينة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه البعض ثلاثمائة شخص فقط البعض حتى يستطيع أن يحصل بعض الحقوق التي سُلِبت منهم وقعت غزوة بدر في صبيحة يوم الاثنين سبت عشر رمضان اثنين لجرة كان موقع في أرض بدر وهي محطة لمرور القوافل المتجهة إلى الشام العائدة لمكة المكرمة كانت تمثل السقة من أسواق العرب المشهورة طبعا سعد في ذلك موقع الجغرافي بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفرة طبعا كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم استنهض المسلمين فوصلوا إلى بدر قبل المشركين وأشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ماء بدر خلفه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشوارته وأخذ برائه تحركت القافلة قريش عائدة من الشام بقيادة أبي سفيان صحر بالحرب وعندما علم أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقاته فأرسل إلى طبعا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وضعة عشر رجل من الأنصار والبعض من المهاجرين وما معهم إلا فرسان وسبعون بعيرة يتعاقبون على ركوبها إنهم طالعين مشان أموالهم اللي سلبطة قريش فأبو سفيان أخذ الطريق الساحلي وغير الطريق واستنفر أهل مكي استعدت قريش بكل قوتها وحشدت كل الطاقات ولم يتخلف منها أحد ورأت في ذلك حطا يعني أنه بدها كرمت أو مكانت أو كذا فنحو من ألف مقاتل مئتي فرس والأبو جهل وأبو سفيان وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هدف القريش ليس هو إنقاذ القافلة وإنما هو حرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر شوكة المسلمين لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نجاة القافلة وأسرار قريش على القتال وقف بين الناس وشاورهم وتكلم سيدنا أبو قال أشيروا علي أيها الناس تكلم سيدنا أبو بكر تكلم سيدنا عمر الخطاب وتكلم المقداد بن عمر من المهاجرين قالوا أحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وكأنه يبغي الأنصار وطبعا لأنهم هم أهل البلد وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فقام سعد بن معاذ رضي الله عليه وقال يا رسول الله لو خطبنا هذا البحر لاخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد وإننا صدق في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عيناك طبعا عندها النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فقال أبشروا فإني والله أرى مصارع القوم رغم أن العدد والعتاد مختلف تماما وكأنني أنظر إلى مصارع الرجال وصار يسميهم بأسماءهم هون موقع أبو جهل هون موقع كذا هون كذا غدا بإذن الله وفي صبيحة يوم بدر جعل صلى الله عليه وسلم جيشه يعني اللي هني قلة في المقدمة وكان طبعا بمشورة سعد رضي الله عنه وأخذ يكثر من الدعاء في هذه الليلة من رمضان اللهم نصرك الذي وعدني اللهم نصرك الذي وعدني حتى صدق سقط ردائه الشريف فأتاه أبو بكر وقال يا نبي الله إن الله سبحانه وتعالى سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستثغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون دمري ورمى صلى الله عليه وسلم مشركين في وجوههم بالحصى قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله عرمه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وبدأت هذه المعركة وأسفرت عن نصر حاسم عظيم للمسلمين وكانت هي معركة بدر الكبرى التي حدسته أبلى سيدنا حمزة وسيدنا عليم أبي طالب والمسلمون بلاء عظيما في هذه الموقعة والتي فرقت كما قلنا بين الحق والباطل طبعا إذا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لا ننسى بأن أبو جهل وأمية من خلف قتلاء في تلك المعركة العظيمة التي هي معركة بدر هنا نعود إلى القرآن الكريم وكيف حكى لنا القرآن الكريم عن موقعات بدر مهمية مقوعة موقعات بدر الحقيقة نفاجأ بأنه قدم لمعركة بدر هذه القرآن قدم لمعركة بدر بآيتين عن معركة عود والتي يعتقد الكثير من الناس أن فيها هزيمة ولم يكن فيها انتصار لكن لم تكن هزيمة قدمها على معركة بدر يعني قبل أن يقول المولى ولقد نصاركم الله ببدرهم وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون بدأ وإذ تبوئ للمؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فهنا يستغرب الإنسان لماذا تحدث المولى سبحانه وتعالى عن موقعة أحد أولا قبل أن يتحدث عن بدر لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا بأنه لا بد من الأخذ بالأسباب وإياكم أن تعتقدوا بأن الله ينصر القاعد الذي لا يبدل ما في وسعه وأن التوكل على الله هو أن تأخذ بأسباب الله في كونه وأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو موجود عليه الصلاة والسلام في أحد وإن كان هم المؤمنون والمسلمون الأوائل لكنهم لم يحققوا انتصارا بسبب أن البعض لم يأخذ بتعليمات النبي وخالف تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم إذن وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليه يعني إجا النبي صلى الله عليه وسلم تبوئ المكان الذي يجب أن تكون فيه والمكان الذي ما بأه يعني تعود إليه وتجلس فيه فأراد الله سبحانه وتعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم هنا وقال لهم لا تتحركوا وإن رأيتم هنا انتصرنا وإن رأيتم هنا انهزمنا لا تتحركوا من هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تم مخالفة أوامر نبي صلى الله عليه وسلم كانت المشكلة فيما يتعلق بمعركة أحد وإذ تبوئ المؤمنين مقاعدة للقتال والله سميع عليه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون طبعا تبوئ لنا توطن المؤمنين في أماكن القتال بوأت فلان أي وطنت في مكان يجب أن يكون فيه لأن الوطن هو مرجع فهناك دقة أدائية لقول الحق إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال أي تجعل له مباء وكلمة مقاعد أي أماكن للثبات والحرب كر وفر إذن يجب أن يثبت الرمات هنا فهذا أمر هام جدا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرمات وهذا الأمر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى ما جرى إذن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والرمات خالفوا وأمر عليهم عبد الله بن جبير وهم خمسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمون قد انتصرنا فلا تشاركونا ورأيتمون نقتل فلا تنصرنا لكنهم ما فعلوا ذلك وعندما انتصر المسلمون في بداية الأمر نزلوا من أجل الغنيمة فإذن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أهم أسباب النصر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إذا قال قال الإسلام انهزم في أحد نقول لا إن الإسلام انتصر ولو أن المسلمين انتصروا في أحد مع مخالفة الرمات لأمر النبي ما كان يستقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم ينفذوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وكان لابد لهم أن يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في أول معركة تدأى المقاتلون في الإشغال بالغنائم فهذا هو كان السبب وهذا هو سبب بأنه قدم الله سبحانه وتعالى بآيتين قبل أن يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل إن التحقيق التاريخي لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصار لأن المعركة كانت مائعة فإذن هذه هي طبعا بعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كل الأمور لكن نحن نريد اليوم غزوة بدر وتبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى وعندما أراد أن يخبرنا عن بدر تحدث عن أحد وعن المسؤوليات وعن الأخذ بالأسباب وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الآية والله سميع عليه شايفين إذن يعلم ويسمع ويعرف النوايا فإذن لابد ليست القضية أنقيات قوالب لكن هناك أنقيات قلوب إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهما طبعا قد نقلهم الله سبحانه وتعالى من المعركة فيها شبه هزيمة وعد انتصار إلى نصر فكأنه يريد أن يقول إن الأمر بنسبة لكم أمر من الله سبحانه وتعالى الذي يرقبكم ويوعينكم ويمدكم ويرعاكم وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعدة ولكن يعتمدوا بعد الأخذ بالأسباب على الحق سبحانه وتعالى لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله ولا يأتي المدد لغير مستقبل لمدد الله ونعرف أنه هناك فرق بين الفاعل وبين القابل فالفاعل شيء والقابل للانفعال بالفعل شيء آخر ولذلك نحن يجب أن عندما أن نأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بأسباب الله سبحانه وتعالى في كونه لأنه سبحانه وتعالى أراد منا أن نأخذ بكل العلم وكل القوة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فمدد الله لكم إنما يأتي لمستقبل إيماني فإن لم يوجد المستقبل بكسر الباء لا يوجد المدد فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السماء من مدد فيجب عليك أن تصلح جهاز الاستقبال فإذا لذلك قدم بأيتين عن معركة أحد قبل أن يتحدث عن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز العكيم فإذا النصر هو من عند الله وإنزال الملائكة هو إيناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والامتسال للأوامر والأخذ بالأسباب هذه وهناك الكثير هذه بعض الدروس المستفادة من موقعة بدر والتي كانت لها منا في أعناقنا إلى يوم القيامة بأنها هي التي فرقت بين الحق والباطل كما سماها القرآن الكريم يوم الفرقان إذن الفرقان لماذا الفرقان؟ لأنها فرقت بين الحق والباطل وكانت في شهر رمضان المبارك وكان النصر العزيز المؤذر للمسلمين في هذه الموقعة ومنها عبر تاريخ المسلمين كلما أرادوا أن يخلوا معركة وخصوصا مع عدائنا مع عدائ الله اختار المسلمون شهر رمضان لأنه شهر الانتصارات لأنه شهر الصبر لأنه شهر الخير لأنه شهر العطاء كذلك كانت حرب تشرين التحريرية في العاشر من رمضان عام 1973 وكل معارك التي انتصرنا بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع المجيب وبالإجابة جدير والصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة